والشكر موصول لأخ رئيس لجنة حماية الأموال العامة والأخوة العضاء في اللجنة على الجهد اللي يبدلونه حقيقة على مدى الأشهر الماضية وحتى جلسة أمس اجتماع أمس وأيضا للأسف الشديد يعني الواحد يشوف هذه اجتماعات اللجنة العجائب إذا كانت عجائب سبع يشوف العجائب الثمان والتسع والعشر من أمور يندى لها الجبين حقيقة احنا ممكن تقارير دوان المحاسبة واضحة وضوح الشمس ويها موجودة بحوزة الحكومة والمجلس ولكن لما يجي شخص مسؤول مدعو لحضور ومناقشة تقارير دوان المحاسبة في لجنة حماية الأموال العامة بعد ما وضع في زاوية تراجع عن كلامه واللي سبقه رئيس الشركة الكويتية الاستثمار يمكننا نحقق في موضوع أدفانتج لما يالوزير وأسعفه كاهو الوزير موجود لا ما نقبل والمضبطة موجودة أنا ما أتكلم من فراغ وإخواني أعضاء اللجنة كاهم موجودين لما نسأل عن الأمن الغذائي وأن الهيئة العامة للاستثمار هل لديها أراضي في السودان وفي دول أخرى من أجل استثمارها في الأمن الغذائي يقول ما عندنا وبعدين يتراجع ويقول لا عندنا يقطع قطع كامل إنه ما عندنا ومن ثم يتراجع واللي سبقه كذلك يعني هذه حقيقة من المشاكل الكبيرة المشاكل الكبيرة اللي فعلا على الحكومة وعلى الوزراء أن ينتبهوا لمن يولونهم المسؤولية في إدارة هذه الأجهزة لا نقبل لأن الرئيس هي عامة للاستثمار ولا غيره محاضرة المعلومة يطلب تأجيل ويزود اللجنة بجلسة قادمة اجتماع قادم ويقطع ومن ثم يتراجع هذا دليل شنو دليل أنه فيه فساد قاعد يحيط في هذا الجهاز وهو متورط فيه واعتقد هذه المشكلة دائما دائما سواء الأخوة الوزراء أو بعض القيادين أو المسؤولين يعتقد أن النائب يعرف السؤال يعرف يسأل بس عادي ترى لو تعطيه أي جواب يقتنع فيه لا هذا مو صحيح ترى موهومين احنا مثل ما نعرف نسأل ترى الجواب موجود عندنا وإذا أحد يريد أن يعطينا جواب مغالط نقول لها أنت غلطان أنت جوابك الصح كذي بل لذلك نريد إن شاء الله وأنا حقيقة يعني بعد إذن الأخ رئيس لجنة حماية الأمواء العامة الأخ عبدالله طريجي أتمنى في الاجتماعات القادمة أن يوسع الاجتماعات نسوي دعوة للأخوة النوابي يطالعون المهزلة التي تصير المهزلة التي تصير في الاجتماعات هذه من قيادينيون ويشذبون وبعضهم يتلكى وبعضهم يحاول يفر من المسئولية